والآن أنت على مستوى جيل جديد من التجديد الجديد يعني فيه تقارب هل هذا يعني ثبات على نهج أنك شخصية سياسية محافظة؟ واضح أنه يعني الاختيارات اللي قمت بها أنا في حياتي شخصية أو في حياتي سياسية دائماً ترجع إلى عدد من المراجع اللي هي ربما رأي في اللاوعي في اللاشعور يعني تحملها وانت مش وعي بها في أولاً ولكن يبقى أنه أنا حاولت نبحث ونفهم بمليح كيفاش يعني المجتمع الجزائري متركب واش هما نقاط القوى تعه ونقاط الضعف يعني عنا نقاط ضعف وكيفاش ربما نحاولوا نعالجوها هذا ربما ليتناولتهم في المؤلفات الثلاث بالضبط وخاصة الكتاب الأخير اللي يحمل عنوان يعني المجتمع الجزائري صدمة الحداثة ويعني شوك دي سيبليزاتي شوك دي سيبليزاتي إزمة المعتقدات والشوك دي سيبليزاتي شوك دي سيبليزاتي كريزة دي فالور دي كروايانس نعم القيم والمعتقدات لأنه في الثمانينات صبح ظاهر للجميع أنه المجتمع تخل في إزمة لأنه ما عندوش مرجعية نجب ما نقول واضحة ومتقاسمة متشاركة للجميع نعم وهذا الاستضام صبح الاستضام داخل العائلات ما بين الوالدين والأطفال أو البنات ما بين الإخوة ما بين الاخرية هذا ظهر أنه هذيك الأزمة اللي عشناها عندها في الحقيقة موش برك بعد ديني فقط لأن الجزائرين كلهم مسلمون وما كانش معناش الحق نشكوا في إيمان أو في إسلام كل المواطنين ولكن الفهم تحى والتطبيق تحى في الأرض الواقع هو اللي صبح يخلق مشكلة لأن القيم تحى الحضارة الغربية دخلت بطريقة يعني بعنف نجب ما نقول داخل المجتمع الجزائري نوعا ما تغيير العلاقة ما بين الرجل والمرأة تحرير البنات يعني من خلال المدرسة والجامعة ثم دخلوا للمجال المهاني إلى آخر كل هذه العلاقة خلقت يعني مشاكل داخل التصور في المخيال تحى الجزائري الآن نظننا خارجين من هذه المرحلة مرحلة الأزمة الكبيرة والاستضامة حتى ولمازال بعض المظاهر ما حليناش كل المشاكل هل لا يهمنا أنه نروح نقطرح على المجتمع الجزائري مشروع مجتمع لي راح يعود يجيب السكينة ورح يعود يخلق تكامل وانسجام داخل المجتمع ونتفادى الانقسامات والاستضامات ما بين أفراد المجتمع هل يعمل جيل أولا جيل جديد هل هو حزب نخبوي يعني يعتمد أساسا على طبق النفقفة أم هو حزب تحيكون جماهيري الحقيقة هو ربما الطرح تعجيل جديد لازم الإنسان يفكر شوية ما يجيش من باب العواطف ما يدخلش في قلوب الناس من باب العاطفة يقدر يوصل إلى قلوب الناس عبر العقل وهذا على بل شي صعيب لأنه لازم دائما تبني تصور تاعك ليتلائم مع الواقع ثم تعمل على إيصال الرسالة إلى أكبر عدد من الناس ليقدروا يفهموا هذه الرسالة وإحنا كيشوفوا في التاريخ الإنسانية كل مرة مشتمع در خطوة نوعية لعندها بعد حضاري حقيقي كان لازم من نخبة تخرج من صلب المجتمع ثم هي لتصبح تقود المجتمع لأنه تقنع المجتمع هذا عامل طويل المدى ومتوسط المدى طويل المدى ومتوسط المدى ولكن هذا اختيار أساسي وستراتيجي لأنه إما نقتحم المجال السياسي كما قلنا قبل باش نروح وراء المناصب وعدد النواب وربما الإمكانيات التي تعطيك وكاين عدد من الامتيازات يعني اللي تجيبها من السياسة وإلا عندك إيمان أنه كاين إشكال اللي راك تطرح فيه وهو كيفاش تغير أو تساعد أو تساهم لتغيير المجتمع باش تخرجوا من الأزمة تعود تديه لبر الأمن وهذه ربي سبحانه يقول لك إن الله لا يغيروا ما بيقوم أنتم الآن شحال عمره جيل جديد؟ احنا أسسنا الحزب رسميا يعني في 2012 الحقيقة الحزب كانت أسس في 11 مارس 2011